اشتركوا في القناة شاشات القنوات الخليجية فقرات تلفزيونية عرضت من خلالها احتفالات مملكة البحرين ومنجزاتها الوطنية والاغالي الوطنية البهيجة طوالة الشهرات والعروبة والقيم عجبت بالقناة أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام ونشرة أخبار الثالث عصرا يرافقني في تقديمها الزميل جمال الخلاقي من مملكة البحرين الشقيقة وأهلا ومرحبا بك جمال مرحبا بك زميلة سواء ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعا ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملكي مملكة البحرين الشقيقة بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكي مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكر اليوم الوطني للمملكة مملكة البحرين مو بس بقلوبنا ولكن هي بعيوننا لما نقول البحرين احنا نتذكر جمال المنامة لما نقول البحرين احنا نقول تاريخ دلمون لما نقول البحرين احنا نقول روعة هالمملكة بشعبها الطيب الوفي مننا لكم كل الاحترام والحب والتقدير الله لا يخلينا من بعض يا ورود واحنا دايما ما نتشوف الكويت إلا هي البيت وهم الرفقة والأخوة هم أهلنا عسى الله ان شاء الله يحفظهم كبيرهم وصغيرهم دايما الكويت كبيرة في عطائها وتألقها في قلوبها البحرين اكيد ما لحدود يا ورود الكويت كلها باللون الأحمر وانا امس يعني قاعد اطالع الشاشة شاشتكم كانت كلها احتفاء وتقدير طبعا والود اللي بيننا وبينكم يعني انأكس على شاشتكم شاشة قناة الكويت يا زين البحرين وأهل البحرين وكل عام وانتوا بخير وصحة وسلامة والله يديمها عليكم من أفرح يقول الدكتور غازي القصيب رحمه الله نسيت أين أنا أن الرياضة هنا مع المنامة مشغولاني بالسمر أم هذه جدة جاءت بأنجمها أم المحرق زارتنا مع القمر وهذه ضحكات الفجر في الخبر أم الرفاع رنت في موسم المطر أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة السعودية في هذه التغطية الخاصة من السعودية لليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة هذا التلاحم الذي في تصاعد مرتفع ما بين دول مجلس التعاون ونتحدث بالأخص ما بين مملكة البحرين الشقيقة والمملكة العربية السعودية بداية خلينا نقول مساء الأخوة والترابط مساءنا اليوم ما بين أجواء جميلة وأيضا يوم مميز ودائما من خلال هذا الجسر وفي الجسر تحديدا نحتفل أبناء المنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية بتوجههم واستفر للبحرين ومشاركتهم فرحتهم القلوب تهتف وكأنها سمفونية عشق لتراب وطن دارت عليه حكايات مخلدة من فجر الزمان يا البحرين هذا يومك تتجدد فيه روح الانتماء وشعبك دائما يتنفس حب وتسامح ودستورك دائما عالي المكانة والمقام الإمارات والبحرين قلب وعين هذا الشعار يلخص مجموعة واسعة من العلاقات والروابط التاريخية والإنسانية التي تجمعنا مع بعض أصلا زادني شرف يوم عين سفير فيه بلدي الثاني الإمارات اللي اليوم هي تحتفل أحنا نحتفل مع بعض مثل ما احتفلنا بعيد الإمارات من قبل فترة نعم اليوم بعد نحتفل بعيد البحرين نشوف الحين احتفل سفارة دولة البحرين أو مملكة البحرين هذه مقتطفات من الحفل اللي أمس أقيمها في السفارة حردي يا مشاعر وفرحي يا بلد ودعي الله يبارك في ملكنا حمل بزينا ذكريني لغايبة الوحور وبشوقنا ديني يمكن التنية الدور شكراً للزملاء في الستيديو في البداية نمسي عليكم ونمسي على جميع متابعين قناة الإمارات في هذه التغطية الخاصة والمباشرة بأعياد البحرين باحتفالات البحرين بعيدها الوطني ومن هنا من البحرين نتواصل معاكم في هذه التغطية دانة في عيون الخليج ودرة بحره الغالية نهن أهلنا وحبايبنا في مملكة البحرين بعيدهم الوطني وكل عام والشعب البحريني الفخير دعم عزتش يا البحرين كل عام وأنتو بألف خير وعز وازدهار كل عام والشقيقة مملكة البحرين بتقدم وازدهار وأمن وأمان أسمى معاني الحب والعز لمملكة البحرين كل عام وأنتو بخير وعاد عيدكم نبارك لكم هذه المناسبة الوطنية وكل عام وأنتم بخير 19 من ديسمبر من كل عام هو تاريخ اليوم الوطني البحريني السادس عشر من ديسمبر يوم تتزين فيه الإمارات بألوان مملكة الخير والمحبة البحرين عيدي يا بلادي مجدنا عالي عيدي وفرحي لعيون غاليها هاني نال محرين الجمالي إماراتية النشد الأماني لسيدة القصائد والمعاني مدللة الخليق مدى الزماني لها الأرواح تنشدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة